أعداد المعد المريئي هو رجوع الحامد المعدة عبارة عن وسط حامدي الهضم البروتينات ده والرقم 2 في الهضم الهضم يبدأ فيه الفم عن طريق اللعاب وبعدين ينزل الأكل فيه سمام ما بين المريء والمعدة هذا سمام مفروض أنه يفتح في اتجاه واحد إذا رجعت العصير المعدة من المعدة إلى الجزء الأسفل من المريء نسميه هذا ارتداد أسبابه أول حاجة ضعف في عضلة الحجاب الحاجز أو زيادة في حموضة المعدة أو زيادة في الوزن يضغط التجويف البطن يضغط على الجزء الأسفل من البطن وبالتالي يطلع الحامد إلى الجزء الأسفل من المريء أو شرب أحيانا بعد الزوائل اللي هي قد تزيد حموضة المعدة ديان بنتكلمنا عن أسباب وأعراضه المريء يجي يشتجي يقول أنا عندي حرجة أنا عندي حموضة بس بحاجة تطلع من الفم لغاية لغاية يمكن الحلق فالحرجة أو الحموضة هي ديان الأعراض العامة اللي احنا نقدر نقولها معظم الناس تزيد ديان بالليل لأن المريء لما نام على السرير على جنبنا يزيد الارتداد دوانة لكوننا نحن جلسين وفي ضعف في العضلة ما بين الصمام الموجود بين المريء والمعدة إذا كان في ضعفة فبيطلع الحامد لأسفل لما نام الحامد هيبقى أكثر تعرضا لحامد من الجلسة وبالتالي يزيد أعراض هذه الحموضة والإحساس بالحموضة أو الحرجة بالفترة المسائية إذا كلمنا عن علاجه حاجة نشخصه ونشخص مراحل إذا كانت مراحل الأولية بنعطي أدوية تنزل حموضة المعدة أو أدوية تحسن من وظيفة هذا السمام ما بين المريء والمعدة الحجاج الثانية نقلل من الوزن عشان الضغط على الحجاج الحجز يقل وبالتالي هيقلل من الحموضة بالنسبة ليه النوم مفضل إن إحنا الاحتياطات العامة للإرتاد المعد المريء الواحد يأكل إتعاش بدري يكون أدى ثلاث ساعات قبل النوم ويكون وجبة خفيفة ويحاول يخلي الجزء الأعلى من السرير الجزء الأعلى من السرير أو المكان اللي بينام عليه ميلان خفيف حوالي ثلاثين درجة أو خمسة وعشرين درجة وبحيث إنه زي ما اتفقنا إن إحنا لو إحنا واقفين كده فيه ارتجاع المريء بيطلق أعلى لما إحنا ننام اللي اتجاع يبقى زايد لو درجة ميلان السرير حوالي عشرين خمسة وثلاثين من عشرين لخمسة وعشرين درجة وبالتالي ده هيحسن من أعراض الارتداد صبل الوقاية منه الأشياء اللي نقدر نستطيع فيها مسألة زيادة الوزن مسألة العشاء الدسم الزيادة مسألة العصائر الأشياء اللي ممكن تزود حموضة المعدة كلها أشياء مع العلاج تشخيصه زا ما اتفقنا مهمة جدا لإن المراحل متقدمة منه تحتاج عملية كبيرة عن طريق المنزار وقد يؤدي استمرار الارتداد المعد المريئي إلى مشاكل في الجزء الأسفل من المريء تصل إلى درجة إنه محسن يحصل أورام أو تغيرات سرطانية في الجزء الأسفل فبالتالي محلو مهمة جدا خيصه مهمة جدا متابعة مع الطبيب مهمة جدا وسمرارية علاجه مهمة جدا محلو مهمة جدا